سيد الوزير نحن في التجمع الوطني الأحرار شفنا الاتفاق الذي وقعته البارح وكان تممنوا المضامين ديالهم هذا ما يعنيش أنه كما جعلها لسان بعض الزملاء قبل مني أنه كان شوية الغياب ديال الإنصات في الوقت المناسب وكان شوية الغياب ديال التواصل اللي نطلبوه بشي الدرك كان ظن أنه الممتلين ديال النقابات الأكثر تمتيلية وتصريحات ديالهم بينت أنهم خدمتوا في حد الجو ديال الجدية وكان طلبوكم سيد الوزير بشي استمر البرنامج الحكومي اللي جيتوا به في بداية الحكومة جعلتوا من الأستاذ هو وقت بالراحة ديال تنزيل ديال إصلاح ديالكم كان ظن هاد الاتفاق ديال اليوم كيمشي في التوجه وكان ظن خصوه يستمر لأن هاد المدرسة العمومية خصوة يرجع لها الاعتبار وهاد المدرسة العمومية احنا كنفتخروا لأنه آخر جات نساء ورجال ديال الكفايات اللي كي ديال الوطن ديالنا وبالتالي ممكنيناش نبقاو نسمعوا بحالة الشي اللي ادرته عليه السيد الوزير قبل قليل ديال أننا بعد الإحصائيات كتعطي بأن المستوى ديال المدرسة العمومية ديالنا وصلوا إلى حد درجة لي ما بقيتش كتشرف المغرب كنعرفوا أن المكان الطابعي هو ديال الوليدات هو المدرسة وجعل رسان الإخوة اللي سبقوني أن تسبعات المليون ديال الوليدات خصوهم يرجعوا لأقصام دياله وأنه الطاولة للحوار راكينا وأنني لا كانت بقاشة حاجة لما جاتش في اتفاق رقصة نقلسو ونتفقوا عليها ونوصلوا لها السيد الوزير اللي بغيت نحيي هو الشجاعة اللي اتسمتوا بها انتوما كحكومة واللي اتسمت بها النقابات وهو من جيدكم انتوما كحكومة نحن كان عرفوا الظروف المادية والمالية ورغم ذلك أنه كانت عندكم الشجاعة باش تمشيوا بتسعود المليار اللي غادرت تكلف هذه الزيادات في العنجور كما أنني كان حيي الشجاعة ديال الاسرة التعليمية في ممتلها اللي هم النقابات أنهم رغم الصعاب ورغم ما يعانونه أنهم قدموا المصلحة الوطنية وقدموا الغيرة ديالهم على هذه الولدات باش وصلوا لهذا الاتفاق كنتمنى أنه تكون فاتحة خير للمدرسة العمومية ديالنا وشكرا صحيح الوزير شكرا